موسيقى ازايك يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يلا بينا نحل الجنرال اكسرسايز اول حاجة بيقولي السبيد مادرينج يونت ايز طبعا احنا كلنا حافظينها وهي ميتر بير ساكند نمبي تو بيقولي الاكسلريشن طب هي المادرينج يونت تاعت الاكسلريشن كانت ايه لو فاكرين كنا بنزود باور 2 بس فبالتالي هي ميتر بير ساكند 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 ندخل على 3 بيقولي السبيد مادرينج ماشي بس عايز اليونت بتاعتها اليونت بتاعت الديسبيد والله اليونت بتاعت الديسبيد هي هي الدستنس الاثنين نفس اليونت وهي الميتر الي هي اليونت بتاعت المسافة العادية خالص طب نروح لفوع لأ نقف هنا شوية الي سبيد يعني v الي ساكند يعني time يبقى انا كده بتكلم على اكسلريشن نمبي فاير بيقولي the object moves at constant uniform speed نقف شوية يعني ايه uniform speed قولنا equal equal يعني انا بكافر نفس المسافة في نفس الوقت بس خلي بالك انه الاكسلريشن بتاعتك بتساوي zero تعالوا نشوف بقى المسافة مع بعض اول حاجة it moves at zero acceleration فاق تاني حاجة it moves at constant لأ قولنا constant يعني uniform الثالثة it covers equal distance at unequal فلا وتبقى الاجابة number six بيقولي it said that the object moves at uniform acceleration يعني ايه uniform والله كلمة uniform يعني equal equal قالت اوكي انا بتكلم المرودة على acceleration يعني acceleration يعني speed و time يلا بينا اول اجابة بيقولي final speed equal primary speed لا تاني اجابة its speed increases by equal amount at equal times yes هيا دي كده الاجابة number seven بيقولي يعني ايه acceleration هل هي vector ولا scalar قالي لا طبعا هي vector مش the vector والunit بتاعتها meter per second square وتبقى الاجابة ايه number eight بيقولي the amount of change in speed at time speed و time يبقى انا بتكلم على acceleration number nine بيقولي which of the following gaff اللي هو speed with time او الحاجة speed اللي هي v تاني حاجة t طب هو انا لما بتكلم على speed with time انا كده بتكلم على ايه بتكلم على acceleration اوكي قالي حلو تعالي نشوف كلهم speed كلهم time it's okay طب انت عايز تديسكرايب انهي حركة قالي انهو constant speed احنا متفقين constant يعني uniform لما بمشي بيونيفورم ان ال speed بتاعتي ما بتتغيرش طول التراب ده معنى ايه؟ ده معنى ان ال acceleration بزيره قالي حدو تعالي بقى نشوف اول graph اول graph بتقلة هي قدامك يبقى لا تاني graph بتزيد يبقى لا طبعا هي اخر graph واحنا كده 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 كنا حفظينها كده لما يكون straight line بتاعي parallel time axis ده معنى ان اللي بتتكلم عنه بزير يلا بينا على اللي بعد number 10 a car moving on a straight line covers total distance d حلو و total time t هو بيقولك انا هديها سمبل d و t طب هي ال average كاب بتساوي ايه؟ total distance over total time قالك بدل total distance انا هسميها distance يبقى distance بدل total time انا هسميها time يبقى t و كده تبقى الاجابة a number 11 في 11 بيقولي we to the following graphs represents the movement of an object at constant speed ثاني constant speed معناها uniform يعني equal distance equal time احنا كده كده متفقين تعالى نشوف الاول اللي مكتوبة على الاكسس اللي distance with time يبقى انا هنا بتكلم على speed حلو الستيد بتاعتي constant speed أو uniform speed يبقى the street line يبقى اي curve مش هبص علي اصل حلو اللي بقى يكون straight line parallel لا اي حاجة parallel للtime axis يبقى اللي بتكلم عنه بزيره يبقى اللي اجابة هتكون b 12 movement of a uniform acceleration يعني a uniform equal equal كما انك كنوا بتقولوا اللي طب و acceleration احنا بتفقين speed و time يلا بينا قال لي فان object speed changes at equal values equal time ايوا تبقى هي دي يلا بينا على اللي بعده number 13 بيقولي when car a covers the smaller distance مش than car b قال لي بالروحة كده انت كده بتتكلم على ايه اول حاجة بتكلم على distance طب تاني حاجة قال لي انه faster و faster وفيه same speed يبقى انا كده بكارن distance باللي speed هي كانت ال relation ما بينهم direct ولا inverse احنا حفظاها والله اي حاجة مع distance direct وشرحنا كتير ده ليه طب التالي يبقى distance تزيد اللي speed تزيد طب نرجع تاني للسؤال بتاعنا بيقولي car a عنده smaller distance than b يعني b هي الكبيرة تبقى speed بتاعتها اعلى وبالتالي تبقى الاجابة b 14 بيقولي the opposite graph represents the movement of a bicycle that a hole or that got a hole in one of its tires يعني البايسكل دي وهي ماشية العجلة بتاعتها او الكويتس بتاعها اتخرم قال لي اوكي عايز يعرف he took at the a minutes to be repaired يعني الرجل اللي كان سيء العجلة ده اخد وقته قد ايه عشان يصلح العجلة تعالوا نبصد كده على الجراف قال لي مبدئيا هي كانت بتزيد السرعة بتزيد اهي بعد كده عند النقطة دي حصل حاجة ورجعت تزيد تاني بعد كده وقفت الفترة دي كلها العجلة فيها كانت ثابتة ما تحركتش طب عرفت منين انها ثابتة قال لي الاكسس ديستنس وطايم فطالما اللاين بتاعي بارالل لطايم اكسس فبالتالي يبقى اللي انت بتتكلم عنه بزيره قال لي حلوة انا عايز اعرف في امتا متحركتش وقف يصلح امتا؟ تعالوا نشوف قال لي هو وقف بالزبط عند اربعين دقيقة وكل دفد الواقف لحد ثمانين دقيقة طب انت عايز ايه؟ خد وقت قد ايه؟ وقف قد ايه؟ يبقى 80-40 تطلع 40 منت 15 If the relative speed of a car is كذا قال لي دي ذي relative بكتب علويها على طول DR قال لي اوكي To an observer in another car مفزئين؟ ايوة دي تاني حاجة same direction بنحط minus قال لي at 40 km per hour هي دي مين؟ قالك ال observer هو دي سرعة ال observer يعني دي V-O-B حلو جدا عايز ال actual speed هو فيه قوانين لل actual speed والله لأ احنا ما عندنا نشغل قانون للV relative طب يلا بينا ال V-R بتساوي V-V-O-B اللي استخدمنا minus عشان هي same direction قال لي اوكي تحت كل حاجة حط الرقم بتاعها ال V-R ب60 ال V-O-B مش عارفينها ال V-O-B هو بيقولك ب40 وكده يبقى سهل ان انت تجيبها shift calc equal تطلع الاجابة 100 16 بيقولي يبقى دي ال V ثم سهل جدا اول حاجة بنكتب قانون acceleration بتساوي V-2 minus V-1 over الطايم قال لي اوكي طب ال V-2 بتاعتنا بكام ب30 minus V-1 بكام 20 over 5 شوفها ال Calculator هتطلع كام والاجابة هتطلع 2 meter per second square ما اخترناش delay عشان مفيش ال square ما تنساش ان ال Acceleration لازم تكون time square 17 بيقولي examples of vector quantities كانت يعني ايه vector vector هي physical quantity بتحتاج حاجتين magnitude و direction طب تعالوا نشوف اول حاجة بيقولي velocity و speed لا الاتنين اصلا ما بيبقوش مع بعض طيب تاني حاجة energy force احتمال سيبها للاخر عشان احنا ما تكلمناش عن الانيرجي طب نشوف دي displacement و velocity ايوه هي دي احنا قيلين ان الاتنين شرطهم تعرف بدايتك فين تعرف نهايتك ايه يلا بينا نحل ال problem number one a special car can move from rest قلنا يعني ايه rest يعني v1 equal zero قالي اوكي it's speed reaches كذا يبقى دي كده v2 in ten seconds يبقى ده كده انت كده بتعمل ايه اول خطوة وهي ان انت تطلع givens تاني خطوة بنعمل ايه بنكتب الرول حتى لو مش حارف احد قاليتك تعالى نشوف انا عايز acceleration هو الرول بتاعتها ايه v2 minus v1 over time حلو جدا هي ال v2 بقى بكام 25 ال v1 بكام 0 over 10 تطلع 2.5 meter per second square متنساش اني لازم اكتب final unit number two بيقولي ودن 2.5 seconds يعني time speed of a car increases from يبقى دي كده v1 2 25 meter per second يبقى دي v2 بتساوي v2 minus v1 over time ميس احنا مكملناش قراية عادي هو اصلا انت لو كملتها تلاقي مرة بيقولك car ومرة بيقولك bike يعني اكتبناها مسألتين مختلفين وانا كده كده ايلالك كلما المسألة تكبر معاك خلص سطر سطر اول ما يحط point ويكدي حوار جديد انت طلع اللي تعرف تطلعه من الجافنز دي يلا بينا اليس اوكي v2 25 minus 20 over 2.5 تطلع معاك وعلى كالكيليتر 2 meter per second square acceleration طب البيك بتساوي ايه؟ نفس القانون بس v2 بتاعتها 5 v1 بتاعتها 0 over 1 تطلع 5 meter per second square طب هو عايز ايه اصلا بيقولي which is greater مين ماشي ب acceleration اكبر طبعا هي البيك number 3 بيقولي if an object moves from rest كالعادة rest يعني v1 0 0 until its speed reaches كذا يبقى دا v2 2 seconds يبقى دا time اللي حلو انا الحد هنا اعرف اجيب acceleration طب هو عايز ايه؟ بيقولي دا change in the object speed ايه دا ميز دا عايز acceleration هو اصلا يعني ايه يعني final minus انا بقولك انا عايزة change in speed يبقى حدرك هتعمل ايه؟ تعمل v2 minus v1 طب هي v2 بتاعتك بكام بتان v1 بكام بزيرو يبقى الانسر 10 meter per second وكده نبقى جبنا change قالي طب انا عايز acceleration يلا بينا اللي هي v2 minus v1 over time انت قلت ان v2 minus v1 بتان اهو طب والtime بتاعك بتو بتطلع الاجابة 5 والسؤال البعد number 4 بيقولي two cars move on a slope the first car moves upward اوكي the slope by initial speed 20 meter per second يعني تزيل v1 حلو جد and buy an acceleration of negative 2 meter per second square اوكي دي كده acceleration يبقى انا معايا v1 ومعايا acceleration حلو تعالوا مكمل قالي while the second car دي عربية تانية خالص ماشية زي قالي ماشية downward the same slope by initial speed off كذا دي v1 بتاعت الساكند والاكسلريشن ساعتها كانت كذا دي الاكسلريشن التانية قالي the two cars meet after six seconds دا كده التايم التايم بتاع الاثنين طب هو عايز يعرف ايه؟ قالي نعايز يعرف relative speed لا استنى ثانية 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 هو الاكسلريشن بعد كده relative انا قلتلكو تعملوا ايه؟ لما تلاقي المسألة كبيرة كده معاك كل اللي انت المفروض تعمله ان انت تحل soft result يلا بين انا من اول حاجة كده اقدر اجيب ايه؟ قالي اللي انا عارفه acceleration acceleration بتساوي V2 minus V1 over time بس خلي بال انهي acceleration انهي كار انا هتكلم على الكار الاول انايه طيب حال ما كام؟ هو ال V1 بكام بال 20 طب ال V2 بكام؟ ما اعرفش اوكي تفضل زي ما هي طب ال time كان كام؟ كان 6 طب ال acceleration بكام ب negative 2 كده اقدر اطلع ال V2 بتاعت فبقدر اطلع ال V2 زي يا ميس والله هي سهل جدا shift calc equal لو لسه ما شفتش الفيديو روح شوفه وهسب لكم لينك بتاعه في ال description box ويلا بينا تطلع معاكم على ال calculator ال V2 بتساوي نعمل نفس الكلام في ال acceleration التانية acceleration التانية بتقول لي اهو ال V2 بتاعتي تعال بست كده مفيش V2 مينس اهو مينس كام؟ قالي والله هي 5 اوكي طب ال acceleration كانت ب5 بس time ب6 يبقى equal 5 نعمل نفس الكلام shift calc equal هنطلع على طول ال V2 يلا بينا كده نبقى طلعنا V2 بتاعت الفرست كار والسكند كار طب دلوقتي هنجيب بقى relative speed يعني ايه relative speed قلتلك سيبك انت بتبص على حكتين مين ال observer وماشي في انهي اتجاه طب تعال نشوف مبدئيا بيقولي relative speed of the first car according to driver in the second يبقى السكند كار هي ال observer احنا قلنا ال observer بيجي في الاخ حال طب تاني حاجة محتاج direction هو ماشي ازاي لو فاكر هنا قالك upward والتاني قالك downward يبقى هما ماشيين في opposite direction يبقى VR بتساوي V plus V o b ثاني ليه plus ان opposite واحد ماشي فوق واحد ماشي تحت يبقى عكس بعض يبقى plus ثاني V اللي هي اخر V تبقى ال observer قال لي second هي ال observer second car فبالتالي يلا بنا هي V الاولانية بكام ب8 plus second car اللي هي بكام ب35 وكده نبقى حلينا بتطلع معيكو على ال calculator meter per second number 5 بيقول لي if car takes 4 hours دا كده التايم on its journey and its speed at the first hour is kaza اوh دا التايم الاولين كانت ال speed ال speed بكازا ماشي قال لي and at the second and third the hours the third the third and third the third can't speed كازا مش and the end the fourth hour the third can't speed كازا قال لي calculate the average speed اوh يعني ايه average speed انت بتروح وتجمع كله بس تركز average speed الاول قانون هاي total distance over total time يعني حضرتك هتجمع all distance كلها و time تعالي نشوف كده بالراحة distance بتساوي ايه قال لي مبدئيا الكارد دي اخدت 4 hours في كل الجيرني يعني total time بتاعك كان 4 hours الاربع ساعة ماشي بس هو بتدا يفسصلك ساعة ساعة ايه اللي حصل قال لي في اول ساعة مشت مية سرعيتي كانت مية تعالي نجيب distance هو انا بجيب distance ازاي V times T طيب بالراحة انا بجيب دي الاولانية يبقى هاخد السرعة الاولانية times التايم الاولين يطلع 100 يبقى دي كده اول distance هعملها تاني تعالي نجيب التاني distance قال لي في second and third hours مشي 80 كيلومتر طب بالراحة في الساعة التانية الساعة التانية اللي هي وان اور مشي 8 في الساعة التالتة مشي 8 يعني 80 بلاس 8 قال لي قدت اوكي ما انا هضرب 80 في 1 عشان التايم ساعة التايم وان اور ساعة واحدة بس قال لي اوكي نروح بقى للساعة الرابعة اللي هي الوان اور الرابعة ب40 يبقى بلاس 40 وكده نبقى حلينا على الكالكيليتر هتطلع بس ما تمساش متر بير ثاند يبقى في الأفرج انا لازم اجيب الدستانس حظت هنا ان التايم بوان فالدستانس هي هي السبيد بس طبعا لو مش بوان هتختلف يلا بناء السؤال اللي بعده بيقول لي the distance covered by a moving object through different times ميديك distance و time اوكي هو distance و time يعني ايه؟ يعني speed يبقى انا هعمل ايه؟ انا هوضح ال speed قال لي اوكي اول speed تعالوا نجيبه v1 distance على time اللي هي 10 على 5 تطلع كم؟ تطلع 2 طب نجيب ال v2 ايهو 20 على 10 تطلع كم؟ تطلع 2 لو عدت تجيبهم كلهم هتلاقيهم كلهم 2 نيس هو احنا ليه جيبناهم؟ بص انا جيتهم عشان ابقى متأكد انها uniform بس الحقيقة انت بتاخد ورقة graph في الامتحان فانت لما هترسمها هتلاقيها مظبوطة uniform بس انا هفترض انك مش عارف فديني بقولك اهو لو تلعت كلها نفس ال speed يبقى دا uniform طب انت بقى بترسم ازاي؟ احنا متة في اين؟ طالهم speed يبقى بعمل distance distance و time طالما uniform يبقى straight line ويبقى دا شكل graph بتاعك اللي هيطلع معي بيقولي calculate the object speed انا حسبتها قراضي خلاص بختار اي distance بختار time بتاعها هاخد العشرة يبقى معها الخمسة خدت العشرين معها العشرة خدت الخمسين معها الخمسة عشرين باخد distance و time بتاعتها وكده نبقى طلعنا speed number seven بيقولي a moving object it's initial speed كذا دي ال V1 it's okay and acceleration equals دي ال acceleration ماش calculate the time انا عايز the time which the final speed becomes four times it's initial speed لا نقف هنا بالراحة ميس انا بحتاج ايه؟ اكتب قانون acceleration بتساوي V2 minus V1 over time طيب بالراحة كده تحت كل حاجة حط رقام acceleration 10 طيب V2 بقى بكام مش عارف هو بيقولي ان V2 بتاعتي four times it's initial طب هي V1 كانت بكام ب7.5 لما V2 تبقى four times it's initial يعني four times is 7.5 يعني بدل ما يقولك الرقم على طول ادهلك بطريقة لفة شوية يبقى فكرة four times يبقى انا باعمل four times ال initial speed او السرعة اللي ابتدى بيها ويلا بينا نشوف كده الارقام تطلع معيك على calculator 30 minus 7.5 over time اللي انا مش عارف انا عايز اجيب time shift calc equal يطلع time معيك على طول two point twenty five seconds complete بيقولي number one is rate of change of distance distance تبقى speed على طول طيب rate of change of displacement displacement تبقى velocity لحد هنا انت المفروض توقف الفيديو وتتأكد الاول من اجاباتك لو انت لست محلتش يلا نكمن اللي number two two factors necessary for the description of motion are the a covered by moving body and the a needed to cover this distance او انا بعرف الموشن ازاي لا احنا ما نتكلمش على الموشن احنا نتكلم على سبيد الاتنين واحد الموشن هي هي السبيد كنت بعض اقولك لو انا مشيت بالراحة 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 قدامك انت شايفني دلوقتي بالراحة ولو انا جريت انت هتشوفني بجري ده معنى ايه؟ معنى اني عشان اتحرك انا ليه سبيد يبقى السبيد معناها distance و time والموشن بتتوسف the distance with time ندخل على سبيد بيقولي السبيد المادرين يونت بتاعتها meter per second مش بس تكد و kilometer per hour طب والاكسلريشن قلي نفس اليونت بس بحط power 2 يعني meter per second power 2 او kilometer per hour power 2 ندخل على 4 the acceleration of an object is positive the acceleration positive ده معنى ايه؟ ان الاسبيد بتزيد ولا بتقل؟ لا positive معناها تزيد يبقى increase قليت اوكي as time passes طول ما الوقت ما عدي الاسبيد عماله تزيد number 5 بيقولي result of multiplying speed speed by L time او انا هعمل v times t بص يا سيدي من الاخر انت عندك ثلاث حاجات مع بعض distance speed time ادتك اثنين بتجيب الثلاث ادتك ال distance وال time هتجيب ال speed ادتك ال speed وال time هتجيب ال distance ادتك ال distance وال speed هتجيب ال time هم ثلاث حاجات مع بعض طب انا هنا ادتك ايه؟ ادتك speed و time ايه بقى حضرتك هتجيب distance طب تعيرو نسوه في 6 قلي فاكتر يعني ايه فاكتر الفاكتر ده physical quantity عارفين ليه حاجتين اه ليه magnitude اللي هي قيمة و direction 7 بيقولي ده imagining unit of displacement اليونت بتاعت ال displacement هو كان ايه اليونت كلمة لما باسمعها بعرف انا بتكلم عن ايه طب ال displacement هي هي ال distance المسافة حرك بتقسها بالمتر او بالكيلومتر اي واحدة منهم تماما قالي while the measuring unit of mass ايه ده؟ mass يعني وزن حرك بتقس الوزن بايه؟ بالكيلو جرام compare between بيقولي انا عايز definition بتاع distance قلتلك distance بالنسبالي هي كلمة actual length يلا بين طبعا انا مش بكتب actual length وبستط انا بكمل covered by the body ولكن بالنسبالي عايزك تركز وتبقى عارف بالضبط ان ال distance هي كل اللي انت مشيت طب يعني ايه displacement؟ لا displacement يعني shortest street line between start and end point بالنقطة البداية ونقطة النهية طب ال coin نوع ايه؟ distance scalar انا باعرف قيمتها بس لكن displacement the vector نروح لل speed و velocity وعموما ده موجود عندك في الملزمة بالضبط lesson 3 وما نفس ال two comparisons دول طب ال speed يعني ايه؟ والله speed هي distance distance in time equal one او اقول كلمة rate عشان ما اقولش time equal one طب لو بتكلم على velocity يبقى rate change of displacement تغيير displacement طب نشوف ال coin كالعادة s يبقى scalar v يبقى vector طبعا دي بتحتاج اتجاه لكن دي magnitude only نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي what happens ماشي when initial speed يعني v1 is greater than يعني اكبر من final speed ايه ده بالروحة كده احنا بنعمل v2 minus v1 over time لو v1 هي الكبيرة وال v2 هي الصغيرة يبقى acceleration هتكون بالnegative اسمها ايه دي؟ اسمها deceleration او negative acceleration الكراكت بيقول لي كراكت ده underline the compass help in identifying speed مين اللي بيعرف لي السبيد؟ لا ده كان السبيدومتر طب نمبر 2 بيقول لي if the uniform speed of an object is كذا does mean that its speed equals كذا ايه ده؟ ال uniform speed بتسوي كذا ده معنى ان السبيد بتسوي كام؟ واللهي انا عايزها بالكيلومتر per hour خلي بالك عشان ما تقولش 25 بارده هو عايز اليونت بكيلومتر per hour طيب انا كده هحول من meter per second ل كيلومتر per hour اول سؤال باسأله النفسي ده الكبيرة ولا صغيرة؟ لا ده صغيرة يبقى هعمل divide طب divided كام؟ divided 5 over 18 يبقى حضرتك هتكتب ايه على الكالكيليتر؟ هتكتب 25 divided وتعمل علامة الفراكشن 5 over 18 تطلع معاك الإجابة 90 3 بيقولي بادي start its movement from rest البادي ابتدى من الرست moves at uniform speed لو ابتدى من الرست يبقى ماشي بيونيفورم سبيد لو فكرت كده هتلاقي انه لو رست يبقى V1-0 تصحولي يقولك ان البادي ده ماشي بيونيفورم يعني هو مش عايزك تغير يونيفورم يبقى اكسلريش؟ طب ليه يا ميس؟ ما احنا متفقين ان رست V1 بتساوي 0 طيب حلو؟ هو بيقولك ان هو يتحرك بحاجة منتظمة يبقى سرعيته هتتغير معنى ان سرعيته تتغير ان كده يكون acceleration والسؤال اللي بعده بيقولي pilots taking consideration the speed of wind لا هم بياخدوا في اعتبارهم ايه؟ velocity of the wind بياخدوا يعني بيني وبينك ال direction ما هو بالنسبة لهم؟ اتجاه ال wind تفرق في سرعة البلين وبالتالي تفرق في كمية الفيود يلا بينا السؤال اللي بعده دي يقولي velocity is from scalar لا اكيد vector وانتو كده كده بتكتبوا العكس يعني طب 6 measuring unit of speed لا meter per second بس نيس ما كتبنش لي kilometer per hour خليك smart واكتبلك meter per second square يبقى انا اشيل السكوار ما هي دي المشكلة انا بشيل الغلط يلا بينا أصلي speed and time are the two factors can be used to describe the motion بنوصف الحركة بايه؟ لا احنا قلنا distance و time أصلي speed هي هي المotion اوكي 8 بيقولي a train moves at اوكي دي كده speed then it covers the distance كذا بس عايزك تحضر الدستانس عايزك تغيرها with 2 hours that time قالي حلو الدستانس بتساوي ايه؟ V times T ال V ب 120 الت ب 2 hours يبقى 240 و ندخل على اللي بعده what is meant by انا خليتوا معاكم what is meant by كتير في الكلاس شيت بتاعك ف I think انت تعرف تحلوه ولكن تعالى نبتراك التو questions دور بيقولي average speed يبقى انا عايز اعرف يعني ايه؟ average speed قلتلك the word average كلمة average تتقال total tot طب يلا بينا this means that اوكي ده معنى اي بقى ان التوت ال distance is 50 كيلامتر طب ميشي 50 كيلامتر زي انا قد ايه؟ total time اللي هو one hour قلنا بني اسم ده 50 كيلامتر و لازم time يكون 1 نشوف 2 يقولي ان object covers ميشي زي كده distance northward direction northward ده قلي direction يبقى عملها على طول displacement مدك اتجاه in 20 seconds that time اللي خلي بالك هو بيوقعك ليه بقى؟ طالما اديتك اتجاه يبقى دي اسمها velocity ال velocity بتساوي ايه؟ بتساوي displacement over time طب displacement كام 40 over time كام is is 2 meter per second بس مش بس كده فانه اتجاه in northward number one بيقولي the distance that the object covered in first four seconds أوه روحا بالتاين بسرعة دول الفور اهو اطلع مع الكورفة كده واشوف distance بكام اوه ده اللي انا هجيب قالي لا the speed مش distance حلو طب تعال نجيب distance قانونها ايه؟ v times t ما انت متنسيش انه اول حاجة ببصت على axis the speed و time مش distance ماشي قالي طيب ال v بكام ال v 10 التي بكام هو قالك before تطلع 40 meters كده جبت distance طب تعالي نشوفتوه قالي maximum speed اعلى speed وسن الهر وحل الكورف شوف اعلى نقطة فين اهو اهو دي اعلى نقطة يبقى كده 30 اذا يميس هو انا ما بكتبش قوانين بكتبش حاجة لا اهو مدي جراف روح اندل جراف واشتغل طب تعالوا نشوف 3 بيقولي بيقولي the amount of acceleration عايز acceleration that the object moves the last 4 seconds بس انا عايزك تتكلم على اخر 4 seconds طب تعالوا نشوف قالي اهو انتهى عند 12 اللي ارباعي يبقى ابتدى عند 8 كده من اول هنا كده ده كده اخر 4 seconds اكتم معايا القانون v2 minus v1 over time الوقت بتاك هو قالك 4 seconds انا عايزها في اخر 4 طب v2 v1 كانت بكام اللي v2 اللي هي اللي انتهى عندها كانت بزير v1 كانت بثيرت ونشوف عالكالكيليتر هتطلع كام اهم حاجة عايزك تعرفها انها لازم تطلع بالنجيتب ليه يا ميس بتقولي لازم قالك ده بينزل ده بيقل لهو انا ابتدت من هنا ونزلت يبقى سرعيتي قلت يبقى لازم تطلع deceleration هو بيقولك قلي القاين ده تعها ده اسمه uniform deceleration طيب ليه deceleration بيستقالين اجابة معاك عالكالكيليتر هتطلع بالنجيتب طب ليه uniform ما انا اي لالة لقيت straight lines تبقى uniform scientific term بيقولي the value of the object speed determined in relation to an observer بدل ما يقولي relative قال لي relation طالما شفت observer يبقى دي اسمه relative speed طب نمبر 2 قال لي the change of the object speed by equal values equal time شفت equal equal تبقى uniform طب uniform ايه قال لي speed و time يبقى uniform acceleration اوكي نمبر 3 بيقولي physical quantity physical quantity يبقى ياما scalar ياما vector طب تعال نشوف time length mass لا احنا مش محتاجين اتجاه في الحاجات دي يبقى دا كده scalar for vector تركز قوي دا عايز حاجة vector which is measured in meter per second انتو اول ما بتشوفي meter per second بتجري تقول speed بس هي هنا مش speed ليه؟ عشان قال لي vector طب لما speed بيبقى ليها direction نسميها velocity ندخل على 5 بيقولي the distance covered in a certain direction distance ليها direction كمل كده معايا between start and the end اوه نقطة بداية ونهاية يعني فيه اتجاه يبقى distance بتكون displacement نمبر 6 حليتو معاكو في class sheet بيقولي F6 the change of an object possession the position هيتغير بالنسبة to position تاني انا من اول الفيديو انا هنا والله لو تحركت كده تحركت كده خركت من الكاميرا يبقى انا كده اسم تحرك يبقى دا معناه motion لما تغير مكانك position بتاعك بالنسبة to position مش observer بالنسبة to position يبقى دي اسمها motion 7 يقولي the amount of change of object speed in second speed و second ايه دا؟ وقالي change يعني السرعة بتتغير acceleration بدون ما فكر احنا قولنا يعني ايه acceleration يعني speed و time 8 measuring units of acceleration ها؟ measuring units بتاعتك ايه؟ meter per second square أو kilometer per hour square المهمة تتأكد ان تكاتب squares بيقول لي انا متأكدة قوي على الجو عشان عايزة ابقى متأكدة ان انتو فهمتوها وعارفين تعبروا بس في الحقيقة يعني هو الجو مش بيجي في الامتحان بتاع اخر السنة كتير بس اوكي تعالوا نشوف مع بعض بيقول لي object move at uniform شفت كلمة uniform بقى انا في دماغي ان دا street line طيب شكله ايه بقى street line قال لي negative و acceleration عندك ثلاث كلمات اول حاجة acceleration يبقى الاكسز بتاعتي time و speed ما دي الاصل قال لي اوكي وعندي uniform يعني street line بس خلي بالك negative يعني ايه negative يعني بيقل يبقى street line هيبقى شكله كده ونبقى حلينك تعالوا نشوفتو قال لي ان object moves at regular speed regular يعني uniform يبقى that street line بس speed يبقى distance و time حلو و regular يبقى street line شكله كده بس ما تنسات ان كان في شكل تاني معنا regular speed اصلي دي special case كان ليها شكلين اللي هو الشكل ده اللي هي V و T وتبقى parallel كنا بنقول acceleration ب zero والله ده او ده الاثنين صح اللي ريحك it's okay يلا بينا الصح والغير يقولي right or wrong then correct ارجوكو اقرو السؤال للاخر number one يقولي a car moves at regular speed مش بتسوي كذا مش this mean that it covers the 60 meters in two seconds اوه تعال نشوف ادي اهو ال V بتسوي distance over time distance 60 over 2 تطلع calculator 30 هل هي 3 لا تبقى كده دي 30 بدل 3 ندخل على two decelerating يعني ايه decelerating يعني سرعة بتقل يعني negative acceleration تعال نكمل اللي مين ذات object speed increases لا هي decreases هي بتقل طب دي بست اللي ممكن اغيرها لا ممكن اغير deceleration واكتب acceleration المهم نتبقى فاهم انه acceleration يعني positive يعني بتتغير لفوق بتزيد لكن decelerating يعني negative يعني بتنزل لتحت بتقل ندخل على three بيقولي the force is from scalar لا الفورس D vector ندخل على number four بيقولي this placement has both magnitude and time اذا وفي حي اسمها magnitude and time طبعا غلط واسمها direction سؤال what happens بيقولي driver فبريس the brakes هيدوس على الفرامل to stop after certain time يحصل ايه؟ ايه اللي هيحصل والله speed بتاعته هتقل l speed decreases طب بس كده لا ممكن اقول ان هو هيمشي negative acceleration ممكن اقوله ان V2 بتاعته هتساوي zero ما هو هيقف في الاخر whatever المهم تكتب بطريقتك يلا بينا على اخر page give reason بيقولي the motion of a train can be considered as motion in one direction مرجعكم بقى للزمن الجميل كده بتاع الدرس الاول كنا بنقول عليها ليه motion in one direction قلنا الدرس بالنسبة لنا يعني axis تمشي على y axis او تمشي على x axis اكتبها ازاي قال لي train ده motion in one direction yes as train moves forward and backward only انا عارف ان ايه مكتوبة not upward and downward ما قول ليه هو بيمشي forward and backward و بس ندخل على number two بيقولي ده ratio dt اذا dt دي يعني v remains constant سبتة لو البودي ده moves at uniform speed لو القسم ده ميشي ب uniform speed ايوة طبعا طالما uniform سورا مش بتتغير ايوة ايه بقى ليه؟ فاعرف يعني a uniform speed as it covers equal distance بيمشي نفس المسافات و بياخد نفس الوقت in equal time ندخل على three بيقولي ده car a which covers 60 meters in 6 seconds d it's faster than car b يبقى دي كده صورة تانية خالص 64 اللي هي d و c نيف احلها ازاي؟ هات ال speed ده وهات ال speed ده عادي جدا يلا بين انا هجيب ال speed بتاعت هقولو كده as v بتاعت ايه؟ السرعة بتاعت العربية الاولانية سوي distance out time يعني 60 على 6 تطلع 10 meter per second هتكون اكبر من السرعة التانية اللي هي vb اللي هي 64 over 8 هتطلع 8 و كده نبقى حلينا يعني مرغيش مكتبش معملش اي حاجة لا انا كده ابقى حليت ندخل على four بيقولي the object which moves at uniform speed ماشي ب zero acceleration حالة سؤال ده معاك في class sheet سؤال ده مهم ليه لو ماشي ب uniform فمفيش acceleration من ال acceleration لها شارك هكتبتده as the speed doesn't change ال speed ما بتتغيرش طيب حلو يعني ده معناقي ان ال acceleration بتساوي v2 minus v1 over time فطالما مفيش تغيير هنا يبقى ال acceleration ب zero تعالوا نشوف عندنا four graphs وعليهم four questions و هنبتدي نختار يقولي an object moves at uniform speed speed او الحاجة بتجي في دماغك distance with time uniform يعني straight line تعالوا نبص the speed with time لا distance with time اه بس ده مش straight line ده ده parallel distance with time اه بس ده curve يبقى انا استبعد تده و استبعد تده و استبعد تده يبقى اكيد هو الاخير طب يا ميس ده speed with time اه احنا في uniform speed عندنا two graphs واحد بيطلع من ال origin و واحد بيكون parallel لل x axis تعالوا نشوف number two يقولي uniform acceleration اول حاجة بتجي في بالي uniform street line قال لي اوكي acceleration v و t تعالوا نبص ادي v و t street line اه تبقى هي ايه طيب number three an object moves at irregular irregular يعني ايه irregular يعني non uniform non uniform يعني ايه يعني curves تدور كده تبقى c او ده الكورف الوحيد بس تأكد these speeds يعني distance with time اه distance with time اه يبقى انا تمام نشوف four قال لي object at rest يعني ايه at rest يعني ال v بزيرو يعني انا ما تحرقتش اللي بتكلم عنه بزيرو يبقى الخط بتاعي parallel لل x axis وتبقى الاجابة b what is meant by بيقولي an object moves at distance كذ the distance and amount of displacement equal zero ايه ده ميز ده مديني distance with displacement انت فهمت كده ايه هو يعني ايه displacement بزيرو يعني اتهدت وانتهدت في نفس البوينت طب يلا نكتبها مع بعض بيقولي ده معنى this means that the body returns back to the starting point رجع تاني لنقطة البداية ممكن اكتبها بطريقة تانية اقوله ان the starting point is the same as the ending point اللي اتنين واحد طب نشوف اخر سؤال بيقولي positive acceleration واحدة واحدة طبعا this means that معان طب يعني ايه acceleration change في ال speed و time انا هقول it is the change in speed in unit time او ميز بس انت كده متكلمتيش على positive او هو يعني ايه positive بقى ان اللي change ده increase بس فعادي ممكن تكتب increase in speed ممكن تكتب اللي change وبتوين brackets زي ما انا عاملاها كده وتكتب increase المهم ان positive معانيها ان ال speed increases بالنسبة لل time وكده نبقى خلصنا موسيقى 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 موسيقى